اهلا بكم اعزائي طلاب التعليمي الفن الصناعي تخصص مركبات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة وحلقتنا النهاردة في مادة التكنولوجيا العامة هنتكلم النهاردة في فرع الكهرباء اتكلمنا في حلقات سابقة عن الطيار الكهرابي والمقاومة وعايزين الاول نربط المواضيع ببعضها يعني احنا ليه بندرس كهرباء واحنا تخصص مركبات طبعا المركبة بتاعتي مش هتمشي غير ان انا بالدوائر الالكترونية والكهربائية اللي موجودة عندي تمام ده كويس طيب احنا تكلمنا عن مقاومات ايه علاقة المقاومات بالمركبات يا مستر علاقة المقاومة اللي انا بستخدمها في الدوائر الالكترونية والكهربائية عندي ان هي بتحفظلي على الدوائر الالكترونية وتكلمنا المرة اللي فاتت عن فايدة المقاومة المقاومة لو مش موجودة عندي في الدائرة الإلكترونية أو الكهربائية أو الفولت زيت شوية أو الكهرباء رفعت معايا شوية هنلاقي إن الدائرة بالكامل اتحرقت وحصل لها عطل بسبب إن أنا مش حاطط مصهر أو حاطط مقاومة يبقى المقاومة فايدتها أكتر من حاجة أول حاجة عندي إن هي بتحافز على الدائرة الإلكترونية أو الدائرة الكهربائية تاني حاجة أن هي تنزل أو تقلل أو تخفض الفولت اللي طالع من البطارية أننا طبعا نستخدم طيار مستمر في مجال المركبات بتاعتنا هنقلل الفولت اللي طالع من البطارية أو اللي طالع من المركبة اللي هو المولد بتاعي علشان تناسب الدايرة الإلكترونية اللي إحنا هنشتغل عليها أو اللمبة اللي إحنا محتاجين نشغال يعني لو المركبة بتاعتي أو المولد بيطلع 12 فولت او ازيد من 12 فولت وانا حطت لمبة 2 واط تخيلوا لو انا دخلت ال 12 فولت على لمبة 2 واط طبعا السلك او المقاومة بتاعتها اللي هي بتتوهج لما بنوصلها طيار كاربع عشان تدينا اضاءة طبعا ده هيحصل لها انصهار وتمفجر او تتحرق اللمبة بتاعتها يبانا لازم اوصل اللمبة دي قبل منها اديها مقاومات عشان اخفض الفولت اللي طالع من المولد او اللي جاي من البطارية عشان يناسب اللمبة او الدائرة الالكترونية يبا هو هيحافظ المقاومات هتحافظ لي على الدوائر الكهربائية والدوائر الالكترونية يبانا درست كهرباء علشان الكهرباء بقت موجودة عندي والدوائر الالكترونية موجودة عندي في كل المركبات الحديثة كلها ماينفعش سيارة او مركبة او عربية تمشي بدون دوائر كهربائية او الالكترونية ودرسة المقاومات والعناصر واساسيات الكهرباء اللي احنا تكلمنا عنها عشان نفهم الالكترونيات او الطيار الكهرابي بيمشي ازاي في الدائرة الكهربائية بتاعته وقلنا ان الطيار الكهرابي عشان يتحرك من نقطة لنقطة تانية في الموصل لازم يكون فيه فرق جهد بينهم يعني ايه فرق جهد يعني النقطة النقطة الف مثلا لو فرضنا ان ده الموصل بتاعي وكانت النقطة الف فرق الجهد عندها زير وهنا فرق الجهد عالي 12 مثلا في الحالة دي فرق الجهد هيدفع قدام منه الطيار الكهرابي عشان يوصله للنقطة الف وبالتالي تنتقل الكهرباء بتاعتي ازا عشان الطيار الكهرابي يتنقل لازم يكون عندي فرق جهد بين النقطتين لازم يكون موجود فرق جهد او فرق في المقياس نفسه لو احنا حطينا مياه خلينا نضرب مثال في الحياة بتاعتنا لو احنا حطينا مياه او الوقود حطناه في مكان عالي شوية ووصلنا مصورة او خرطوم لخزان تاني منخفض عنه ايه اللي هيحصل عشان فيه فرق في المستوى الوقود هيجي من المكان العالي يروح للمكان المنخفض ازا لازم يكون عندي فيه فرق في الجهد عشان تتنقل الشحنات الكهربائية بتاعتي وقلنا برضو في الحلقات السابقة ان الالكترونيات بتمشي عكس الطيار الالكترونيات الكهربائية بتمشي عكس الطيار ازا كان الطيار بيمشي من القدب الموجب يروح للقدب السالب في البطارية فالالكترونيات بتمشي من السالب تروح للموجب الحركة بتاعت الالكترونيات دي بتخلي الطيار الكهربائي بتاعي يتحرك يمشي من القدب الموجب يروح للقدب السالب وعرفنا برضو في الحلقات السابقة ان المقاومات هي ممنعة او عدم قابلية الموصل لتوصيل الطيار الكهربائي إذن المقاومة أساسا هي مانع أو عائق لمرور الطيار الكهربي طيب ما هي حاجة مش كويسة إحنا ليها نحطها في الدوائر بتاعتنا قلنا بنحطها في الدوائر الكهربية والألكترونية عشان نحافظ على الدائرة أو نقلل قيمة الفولت اللي خارج عندي تمام كده؟ دي الحلقات السابقة تعالوا النهاردة نتكلم في درس النهاردة وياريت النهاردة يكون معايا ورق أو ألم عشان فيه أمثلة هتتحل كتير جدا وتاني وتالت بقرر مش عايزك تحفظ أنا عايزك تفهم الموضوع بسيط جدا والمهم إنك تفهم ولأن دي أساسيات لو فهمتها تمشي معاك الدنيا بعد كده إن شاء الله تمام ونقدر نخش الكليات اللي احنا بنحلم بيها أو نكون فني مركبات على قدر عالي يقدر ينافس في سوق العمل درس النهاردة عن توصيل المقاومات الكهربائية المقاومة الكهربائية لو أنا عندي أكتر من مقاومة عايز أوصلهم ببعض بوصلهم إزاي؟ عندي طريقتين لتوصيل المقاومات الكهربائية قاومات الكهربائية بتتوصل بطريقتين الطريقة الأولى اسمها توصيل التوالي والطريقة الثانية اسمها توصيل توازي توصيل توالي يعني أوصل أكتر من مقاومة بطريقة التوالي وأوصل أكتر من مقاومة بطريقة توازي وممكن أعمل حاجة مركبة اللي هي أدمج لتنين أعمل ميكس أعمل لتنين مع بعض تمام؟ تعالوا بينا نبدأ درسنا النهاردة توصيل المقاومات قلنا أول حاجة عندي هنشتغل عليها توصيل المقاومات بالتوالي يعني إيه توصيل المقاومات بالتوالي نبص على الشريحة اللي قدام مننا هنلاقي أني R أو المقاومة رقم واحد متصلة بعد منها على طول المقاومة رقم اثنين وبعدين مقاومة رقم تلاتة ودي علامة البطارية أو رمز البطارية ده رمز المقاومة وده رمز البطارية أنا عندي تلات مقاومات متوصلين مع بعض بالتوالي يعني إيه بالتوالي تعالوا نشوف هنا أنا لو عندي لو اعتبرنا أن الألم ده هو مقاومة مقاومة رقم واحد الألم اللي في إيدي ده مقاومة رقم واحد والألم لازرق الثاني ده مقاومة رقم اثنين لما نيجي نوصلهم ببعض هناخد لو فرضنا أن ده جاي من البطارية يبقى ده الموجب وده السالب هوصل موجب المقاومة الأولانية بسالب المقاومة الثانية وموجب المقاومة الثانية بسالب المقاومة الثالث يعني بوصل سالب بموجب سالب بموجب في التوصيل التوالي بوصل سالب بموجب ومهم جدا أنك تفهم التوصيل التوالي والتوازي علشان البطارية بتاعتي وهنستخدمها كتير في حياتنا حتى في البيوت عندنا احنا بنستخدم توصيل توالي وتوازي في المركبات عندنا بنستخدم توالي وتوازي تعالوا نرجع تاني للصورة اللي قدامي ونبص على المقاومات اذا المقاومة رقم واحد هتتوصل مباشر بالطرف الثاني بتاع المقاومة رقم اثنين والمقاومة رقم اثنين تلحم على طول مع المقاومة رقم ثلاثة ده بنسميه توصيل توالي يعني موجب المقاومة رقم 1 هيتوصل بسالب المقاومة رقم 2 وموجب المقاومة رقم 2 يتوصل بسالب المقاومة رقم 3 وده شكل تاني اللي على اليمين يعني دولة احنا حطناهم بشكل طولي اما دول بشكل مربع زي ما انت شايف مع البطارية التعتي اذا الشكل اللي قدامي ده اسمه توصيل توالي توصيل توالي موجب او الطرف النهائي بتاع المقاومة رقم 1 هيتوصل ببداية المقاومة رقم 2 ونهاية المقاومة رقم 2 يتوصل ببداية المقاومة رقم 3 توصيل عادي جدا طيب في الحالة دي تعالوا نشوف لوحة تاني في الحالة دي الفولتا هيبقى وضعه ايه والطيار هيبقى وضعه ايه تعالوا نشوف شكل المقاومة في الدائرة الالكترونية بتاعت ده شكل المقاومة دي بطارية قدامي اهيه ودي مقاومة رقم 1 وحططل القيمة بتاعتها مقاومة رقم 2 ده بنسميه توصيل توالي توصيل توالي تاني يا شباب ويا رب نبص على الصورة ونفهمها كويس جدا عشان ما نتلغبطش ناس كتير بتتلغبط وتيجي تسألوا تقولوا ايه الفرق بين التوصيل التوالي والتوازي تلاقيهم يتلغبط ويه بيخلط بين الموضوع تعالوا نشوف الحاجة اللي بعد كده لو فرضنا ان انا قدام مني المصباح ده كان 12 فولت بفرض ان المصباح بتاعي ده 12 فولت وانا البطارية اللي عندي الوحدة من دول 6 فولت لو انا عايزة اضيء المصباح ده يبانا لازم استخدم بطاريتين البطارية الوحدة كان 6 فولت البطارية 6 فولت المصباح محتاج 12 فولت عندي بطاريتين طب هوصلهم في الحالة دي توالي ولا توازي هنوصلهم في الحالة دي توالي ليه توالي لان في التوالي بنجمع في حالة التوالي بنجمع يعني ايه يعني 6 زائد 6 يدين 12 فولت وتعالوا نبصي كمان هنلاقي النموجة بالبطارية رقم واحد متصل بسالب البطارية رقم اثنين وسالب البطارية رقم واحد متصل بطرف المصباح بعد المفتاح نفس الشيء احنا كملنا الدائرة او قفلنا الدائرة عشان نتحكم عن طريق المفتاح اللي قدام مني ده اذا لما اجي اوصل بطاريات طب انا هستخدم الطريقة دي في المركبات بتاعتي اه هستخدمها لو انا عندي مركبة او شاحنة بتشتغل ب24 فولت البطاريات بتاعتنا العادية 12 فولت طيب الاثناشر فولت دي هتشغل الشاحنة لا الشاحنة او الجرار الزراعي او اغلب المعدات بتشتغل ب 24 فولت 24 فولت يبا انا محتاج بطاريتين او بطارية كبيرة 24 تبا انا لو مش عندي بطارية كبيرة 24 البطارية الاثناشر العادية بتاعتي هوصلهم مع بعض هجيب بطاريتين ووصلهم مع بعض توالي عشان يدوني 24 انا زودت في التوصيل بالتوالي بس علشان نفهم النقطة دي مهم جدا النقطة دي مهمة اوي انك تفرق بين التوصيل التوالي والتوازي تعالوا كمان نبص لو احنا هنعمل اكتر من مقاومة ونوصلهم ببعض وتعالوا هنا نشوف لو انا عندي مقاومة زي دي مقاومة رقم واحدة اهي احنا عملنا ثلاث مقاومات نقدر نعمل اكتر من مقاومة مقاومة رقم اتنين ار اتنين ونوصل ده الطيارة هو عشان نقفل الدايرة وعلامة البطارية بتاعتي تمام ونوصل اكتر من من مقاومة ده اسمه توصيل توالي بالشكل اللي قدام مني ده عشان اكمل الدايرة بتاعتي في الحالة دي انا بجمع بجمع المقاومات يعني لو كانت ده هي واحد ودي اتنين ودي واحد ودي اتنين ودي مثلا ستة ودي اربعة لما اجي اجيب المقاومة الكلية للدايرة اللي قدام مني دي الارتوتال هتساوي هجمع الارقام اللي قدام مني بواحد زائد اتنين زائد ستة زائد اربعة نجمعهم نجيب الناتج او المجموع بتاع المقاومات اللي قدام مني اللي في الدايرة الالكترونية الدايرة اللي قدام مني دي تعالوا نكمل مع درس النهاردة لو انا عندي مصبحين مصبحين كهربائي والمصبح الواحد منهم اتناشر فولت وانا عندي بطارية بتديني مثلا اربعة وعشرين او كانت الواحدة من دول تلاتة فولت والبطارية ستة انا في الحالة دي بوصلهم توالي علشان اوزع او اخد الفولت بتاعي عشان اللمبة بتاعتي ما تتحركش يبا اللمبات بتاعتي في الحالة دي انا موصلها ايه موصلها توالي يبا انا شفت قدام مني دلوقتي ازاي اوصل مقاومة بالتوالي ازاي اوصل بطارية بالتوالي ازاي اوصل مصباح او لمبة بالتوالي تعالوا نكمل درسنا لما نيجي نحسب بقى قيمة المقاومات بالتوالي احنا خدنا في قانون قوم ان الاي بتساوي الفي على الار والناس اللي ما كانتش حضرة معنا او ما كانتش متابعانا قبل كده وجايا النهاردة التابع الاي اللي هي شدة الطيار والفي اللي هي فرق الجهد والار بتاعتي اللي هي المقاومة او رزستانس طب لو انا عايز اجيب فرق الجهد في الحالة اللي قدام مني دي شدة الطيار هيبا سابت تقريبا سابت لما وصل المقاومات بتاعتي على التوالي يبا شدة الطيار بتاعتي تقريبا سابتة تقريبا شدة الطيار سابت طب لو انا عايز اجيب الفي هتخلص من ال R اللي هي جنب مني علاقتها ايه بال V وشرحنا الموضوع ده قبل كده اتخلص من ال R هي علاقتها بال V مقسومة تروح عكس الاشارة بتاعتها هناك جنب ال I تبب مضروبة تبب ال V هتساوي ال I في ال R او شدة الطيار في المقاومة بتاعت طيب هل فرق الجهدة هيختلف اه فرق الجهدة هيختلف كل ما يعد مقاومة هيقل فاذا هيبقى عندي V1 و V2 و V3 لو انا كان عندي ثلاث مقاومات لو عندي اربع مقاومات هيبقى عندي V4 اذا لو انا عندي Rn ايا كان العدد ان ده ايا كان عدد المقاومات عشر مقاومات يبقى لازم يكون عندي عشر فرق جهد يناسب عدد المقاومات بتاعت في الحالة دي هيبقى ال V total او ال V الكلية او فرق الجهد الكل هيساوي مجموع فروق الجهود على كل مقاومة مجموع فروق الجهود على كل مقاومة اذا ال V زائد V1 زائد V2 وهكذا لغاية لما جيب مجموع فروق الجهود طيب لو انا عايز اجيب المقاومات بتاعتي في حالة التوصيل على التوالي مش احنا قلنا ان ال V بتساوي ال I في ال R تمام يبقى ال I في ال R واحد ال I سابتة ال I نفسي شدة طيار وليكن تلاتة امبير او عشرة امبير هتفضل زمهية يبقى ال I في ال R واحد زائد ال I في ال R اتنين زائد ال I في ال R تلاتة ايا كان العدد هحطة اكمل دي تديني ال R total في ال I بتاعتي تمام يبقى ال R total هتساوي مجموع المقاومات اللي قدام مني يبقى انا لما هوصل المقاومات بتاعتي بالتوالي هجمع مجموع المقاومات اللي في الدي طيب تعالوا نكمل ونشوف شكل تاني او لوحة تانية بتوضح ازاي اجمع ال R total او مجموع المقاومة الكلية هيساوي R واحد زائد R اتنين زائد R تلاتة زائد 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 الى R N R N دي ايا كان العدد حتى لو كانت مئة مقاومة بجمعهم بالشكل هجمعهم بالشكل اللي قدامي ده طيب تعالوا ناخد مثال كده ونشوف المثال اللي قدامي ده بيقول لي اني R اكوال او ال R كلها ال R كلها ال R total او المجموع بتاعها هيساوي R واحد زائد R اتنين زائد R تلاتة ومديني قيم المقاومات اللي قدام مني قيم المقاومة او المقاومة رقم واحد مديني ميت اوم التانية تلتميت اوم طيب تعالوا نجيب ال R total او مجموع المقاومات اللي قدام مني ده هيساوي المية زائد التلتمية زائد ما احنا شايفين الميت اوم زائد التلتميت اوم يديني ربعمائة اوم اذا المقاومة الكلية لديه الدايرة اللي قدام مني دي هتساوي ربعمائة اوم طيب لو كان عندي اكتر من من مقاومة عادي جدا يبقى احنا في الحالة دي هنستخدم قانون اوم قانون اوم اللي هو بيقول لي يتناسب شدة الطيار مع فرق الجهد تناسبا طرديا ويتناسب شدة الطيار مع المقاومة تناسب ايه عكسي عشان كده بنقول ان ال I بتساوي فرق الجهد على المقاومة بتاعتي تعالوا نشوف المثال اللي قدام مني ده بيقول لي اذا وصلنا عدة مقاومات مع بعضها بالتوالي وكانت قيامهم او قيمتهم 12 فولت و 15 فولت 15 اوم و 10 اوم و 18 اوم فكم تكون المقاومة الكلية للدايرة اللي قدام مني دي علشان احسب المقاومة الكلية قلنا بنجمعهم يعني R total هتساوي R1 زائد R2 زائد R3 زائد R4 يعني 12 بالترتيب 12 زائد 15 زائد 10 زائد 8 لما نيجي نجمعهم هنلاقي المجموع بتاعي 45 اوم طيب هو ده السؤال او المثال او الاختبار اللي ممكن يجيلك في امتحان التيرم الاولية الموضوع بسيط جدا وسهل جدا كل اللي هعمله لك مثال زي ده هغير لك القيم بتاعة المقاومات اذا انت عارف كل اللي انت هتعمله فيه لما اجي احسب مجموع المقاومات فيه التوصيل على التوالي هحسبه باننا اجمع عدد المقاومات المقاومة الاولى زائد المقاومة التانية زائد ايا كان عدد المقاومات اللي قدام مني موضوع بسيط جدا تعالوا نشوف مثال تاني بيقول لي اذا وصلنا عدة مقاومات مع بعض بالتوالي وكانت قيمتهم 10 و 15 اوم و 30 اوم وكان فرق الجهد 12 بالمناسبة في المركبات بتاعتنا العادية او السيارات العادية بتاعتنا البطارية بتاعتي احنا بنستخدم طيار مستمر غير الطيار المتردد اللي موجود عندي في البيت الطيار المتردد اللي موجود عندي في البيت ده موضوع تاني وادراسة تانية خالص ما اناش احنا علاقه احنا هنا بنشتغل على الطيار المستمر البطارية عندي بتديني 12 فولت في السيارات الصغيرة فرق الجهد فيه المثال اللي قدام مني 12 فولت بيقول لي احسب المقاومة الكلية وشد الطيار وفرق الجهد على كل مقاومة انا عندي كan مقاومة عندي 3 مقاومات طب ما تيجي نجيب المقاومة الكلية المقاومة الكلية هتساوي المقاومة الاولى 10 زائد 15 مقاومة تانية زائد 30 المقاومة الثالثة المجموع بتاعهم هيديني 55 او اذا مجموع المقاومات الكلية في المثال اللي قدام اللي هم 3 مقاومات هيبقى 55 او طيب شدة الطيار بتساوي فرق الجهد الفرق الجهد على المقاوم برضو مش عايزك تحفظ الموضوع بسيط جدا افهمها او خليها تثبت معاك بالقانون بتاع او اللي قالك ان علاقة شدة الطيار بفرق الجهد علاقة طردية اما مع المقاومة علاقة عكسية اذا شدة الطيار هتساوي فرق الجهد على المقاومة هو انا عندي فرق جهد اه عندي فرق جهد كام 12 فولت اذا شدة الطيار بتاعتي هتساوي 12 على 55 تديني 21 من 100 او اذا شدة الطيار بتاعتي اقل من 1 امبير هتساوي كام 21 من 100 اوم تمام ليه لان شدة الطيار بتساوي فرق الجهد على المقاومة فرق الجهد بتاعي 12 فولت والمقاومة بتاعتي لما حسبناها بتاعة الدايرة ككل كانوا 3 مقاومات وكانوا متوصلين على التولي فاحنا جمعناهم طلعوا ب55 يبقى 12 على 55 تديني 21 من 100 اوم طب احنا عايزين نجيب فرق الجهد على كل مقاومة فرق الجهد على كل مقاومة يجي ازاي يقول لي ان المقاومة الاولانية بضرب المقاومة الاولانية في قيمة الطيار المقاومة الاولانية تعالوا نرجع ان نشوف هنا المقاومة الاولانية كانت كام كانت 10 اوم تعالوا نبص على الشاشة المقاومة الاولانية كانت 10 اوم هنضربها في شدة الطيار اللي هو سابق اللي هو 21 من 100 لما نضرب 10 في 21 من 100 تديني 2 و 1 من 10 فولت يبقى المقاومة الاولانية استهلكت او خدت 2 و 1 من 10 قوم طب المقاومة التانية كان 15 يبقى 10 هنضرب 15 في 21 من 100 ونطلع القيمة بتاعتها بالقوم بتاعته وحدة القياز بتاعت المقاومة المقاومة التالتة أو فرق الجهد على المقاومة التالتة هيساوي 30 في 21 من 100 ونطلع القيمة بتاعته والوحدة بتاعته هتفضل زي ما هي بالقوم بالفولت سوري في فرق الجهد دي تعالوا نكمل ونشوف بقى التوصيل التوازي يعني ايه توصيل توازي احنا عرفنا ان التوصيل التوالي بنوصل المجموعة مع بعضها بالشكل ده طيب توصيل التوازي ان انا اخد الاطراف الموجبة مع بعضها والاطراف السالبة مع بعضها وتعالوا نشوف اللوحة اللي قدام مني عشان برضو نقدر نفرق بين التوالي والتوازي الناس اللي مركزها معايا هتقول لي الصورة اللي على الشمال توصيل توالي المقاومة متصلة باللي بعدها وهكذا لكن هنا تعالوا نشوف اخد الاطراف مثلا البدايات كلها مع بعضها والنهايات كلها مع بعضها او الموجب مع بعضه والسالب مع بعضه ده توصيل التوازي توصيل التوازي بناخد الاطراف الموجبة كلها نوصلها وناخد منها اطراف موجب والاطراف السالبة كلها بناخدها نوصلها مع بعضها ونقول ده الطرف السالب واحنا بنستخدم الطريقتين بتاعتي كمان في البطارية لما نيجي الدرس للبطارية انا بستخدم داخل الخلية الالواح توصيل توازي وخارج الخلية الخلية مع الخلية اللي جنبها بوصلها توصيل توالي علشان اجمع وهنتكلم في الحلقة بتاعة البطارية على الموضوع ده اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان انا لما اجي اوصل مجموعة مقاومات على التوازي باخد الاطراف الموجبة كلها مع بعض والاطراف السالبة كلها مع بعض يطلع عندي طرفين طرف موجب وطرف سالب لكن في التوصيل التوالي كنا بنوصل بالشكل ده بداية مع انهاية بداية مع انهاية لكن هنا الموضوع بيختلف طب هنا شدة الطيار هتبقى سابتة في التوصيل على التوازي هيبقى شدة الطيار سابتة لما نمشي بالطرفين وتعالوا نبص على الشريحة تاني هل في التوصيل اللي قدام مني ده شدة الطيار هيبقى سابت لا اللي هيختلف هنا هو فرق الجهد هناك كان شدة الطيار سابتة وفرق الجهد اللي بيختلف هنا العكس في التوصيل على التوازي اللي هيختلف معايا هو شدة الطيار لكن فرق الجهد هيكون سابت برضو هنا انا بوصل مجموعة لمبات بالتوالي ومجموعة لمبات بالتوازي احنا بنستخدم في البيوت بتاعتنا توصيل توازي لما الراجل الكهربائي او الفني ييجي يوصلك اللمبات اللي موجودة عندك في البيت او الافياش علشان تشغل الاجهزة بتاعتك بيوصلها توازي ليه علشان لو احنا وصلنا توالي الشقة كلها او البيت كله لو حاجة واحدة عطلت في المجموعة بالكامل هتعطل يعني ايه لان لو احنا بصينا على اللمبات اللي قدامنا اللي متوصلها بالتوالي دي لو احنا فرضنا ان السلك ده تقطع من هنا او اللمبة دي تحرقت اللمبة التانية دي هيوصلها طيار الدايرة بالكامل كده خلاص اتفتحت واصبحت مش مغلقة وبالتالي المجموعة كلها تقف ومش هتشتغل لكن تعالوا نشوف هنا احنا خدنا المجموعة الموجبة كلها ووصلناها بطرف والسالبة كلها وتعالوا بطرف تعالوا نحرق لمبة من دي او نوقف لمبة او مصباح من اللي قدام مننا ده هنلاقي المجموعة كلها من وراء وشغالة معادة لمبة اللي حصل فيها او المصباح اللي حصل فيه عطل نفس الشيء بيحصل عندك في البيت بيوصلوا الاجهزة والافياش مع لمبات الاضاءة او مصبيح الاضاءة عندك في الشقة بيوصلها لك توازي وليه بيوصلها توازي علشان لو جزء عطل في الشقة بتاعتك المجموعة كلها تفضل شغال مهم جدا المعلومة دي الفرق بين التوصيل التوالي والتوازي من ضمن الفرقات ان انا لما وصل الاجهزاء او وصل لمبات مع بعضها بالتوالي لو واحدة عطلت او جهاز عطل المجموعة او الدايرة كلها توقع معايا لكن لو انا وصلت المجموعة توازي توازي يعني موجب مع بعضه الموجب الاطراف الموجبة مع بعضها والاطراف السالبة كلها مع بعضها في الحالة دي لو اي جهاز قدام مني عطل عادي جدا الدايرة او المجموعة بتاعتي بتفضل شغال لو ده بنشوفه في لمبات الاضاءة او الانارة اللي بيعملوها في المناسبات اللي في في الشوارع او في اي مكان بيوصلوا الفاء او السلك او مجموعة اللمبات الكتيرة جدا دي بيوصلوها توصيل توازي يعني ايه توازي تاني قلناها اكتر من مرة ومش عايزك تحفظها برضو عايزك تفهمها المجموعة بناخد الموجب مع بعضه والسالب مع بعضه ويطلع عندي في النهاية طرفين موجب وسالب اوصل مصدر الطيار الكهربية المجموعة كلها هتقيد جزء منهم عطل المجموعة كلها شغالة معدل جزء العطلان بس نفس الشيء بالنسبة للمقاومات الكهربائية ولكن هنا اللي هيتجزأ عندي هو شدة الطيار لكن فرق الجهد ده هيبه سابت يعني انا لو عندي اكتر من مقاومة متوصلين توازي بالشكل ده فرق الجهد بينهم هيكون سابت لكن ايه اللي هيتجزأ هو شدة الطيار الاي الاي هي اللي هيتجزأ هناك كان شدة الطيار سابت وكان ايه اللي بيتجزأ معايا فرق الجهد لما كنا موصلين توازي لكن لما جينا نوصل توازي لقينا ان شدة الطيار بتاعتي هي اللي بتتجزأ مع كل مقاومة وفرق الجهد بتاعي بيكون سابت تعالوا بينا نكمل ونشوف كمان توصيل لمباتة هو زي ما احنا شايفين ادي مصدر الطاقة الكهربائية عندي اللي هي البطارية والمصابيح متصلة مع بعضها شايفين الخط الاحمر او الاسلاك الحمرى دي اللي هو الموجب والطرف التاني السالب متوصل بيه سالب البطارية وزي ما قلنا النوع ده من التوصيل بنسميه توصيل توازي طيب تعالوا بقى نحسب لو احنا عايزين نحسب المقاومة وفرق الجهد وشدة الطيار في طريقة توصيل المقاومات على التوازي بيقول لي ان الفي توتل هتساوي في واحد بتساوي في اتنين في تلاتة في اربعة في ان ايا كان عدد المقاومات اللي عندي فرق الجهد بتاعي تقريبا سابت فرق الجهد بتاعي سابت لكن ايه اللي هيختلف معايا هو الاي والار الاي هيختلف لانه هيتوزع على كل مقاومة تعالوا نشوف يبقى الاي توتل اللي هو شدة الطيار الكل بيساوي الاي واحد اي زائد اي اتنين زائد اي تلاتة زائد اي اربعة طيب هو انا مش عندي شدة الطيار اللي هي الاي بتساوي الفي على الار سليم صح شدة الطيار بتساوي الفي على الار فرق الجهد على المقاومة طيب احنا قلنا ان الاي بتساوي الفي على الار طب يبقى V طب ما هي V سابتة يبقى V على R1 تعالوا نتابع الشريحة اللي قدام مننا دي يبقى V على R1 زائد V على R2 زائد V على R3 يعني نقدر أقول أن ال I أن ال 1 على R total أنا أعتبر أن أو إحنا في الحالة دي بنقول أن ال V سابت يبقى ال 1 أو مقلوب المقاومة عشان أجمع مجموعة المقاومات بنجيب مقلوب مجموع المقاومات يعني 1 على R total هتساوي 1 على R2 زائد 1 على R3 زائد 1 على R2 وهي R3 أي أن كان عدد المقاومات بتاعت طب لو أنا كان عندي مقاومتين بس لو كان عندي مقاومتين بس وعايز أجيب المقاومة المكافأة أو المقاومة اللي بتقوم بعمل المجموعة دي كلها لو كانوا 2 يبقى عندي R1 في R2 على R1 زائد R2 يعني ضرب المقاومتين قيمة المقاومتين على مجموعهم لو أنا عايز أجيب المقاومة المكافأة أو المقاومة الكلية لمقاومتين متصلين مع بعض بالتوازي هيبقى حاصل ضربهم على حاصل جمعهم النقطة الأخيرة دي نخلي بالنا منها لو أنا مديك مقاومتين بس مقاومتين بس وعايزك تجيب المقاومة المكافأة هنعمل إيه؟ هنضرب القيمتين بتاعتهم بفوق ونقسمهم على المجموعة طيب تعالوا نشوف مثال بيقول لي وصلت 3 مقاومات على التوازي بقيم 8 و 4 أوم بالترتيب زي ما احنا شايفين وكان فرق الجهد بتاعت دائرة 12 فولت اللي هي البطارية بتاعت السيارة احسب المقاومة الكلية والطيار الكلي على كل مقاومة عايز يجيب الاي بتاعت كل مقاومة طيب أنا عندي واحد على الار توتل عشان نحسب المقاومة الكلية بيقول لي واحد على ار توتل بتساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاتة ولو كان اكتر من كده نفس الكلام يبقى واحد على تمانية اللي هي قيمة المقاومة الاولى زائد واحد على ستة زائد واحد على اربعة طيب يعني هنوحد المقامات ما هو واحد على تمانية زائد واحد على ستة زائد واحد على اربعة هنرجع لي اللي درسناه في المرحلة الابتدائية والاعدادية ونوحد المقامات الرقم اللي ممكن يمشي مع التلات أرقام اللي هما 6 و 8 و 4 اللي هي 24 24 على التمانية يديني 3 يبقى حط 3 فوق 24 على الستة يديني 4 يبقى نحط زائد 4 24 على الاربعة يديني 6 يبقى 3 زائد 4 زائد 6 على الاربعة و 20 مجموعهم كام مجموع الأرقام اللي قدام مني دي 13 13 على 24 اللي هو مقام المقام بسط يعني 24 على 13 تديني 81 من 100 اوم كده أنا جبت المقاومة الكلية بتاعت الدايرة اللي قدام مني اللي فيها 3 مقاومات متصلين أو متوصلين مع بعض بالتوازي تعالوا نجيب الطيار بقى الكلي الطيار الكلي بيسوي الفي على الارتوتال الارتوتال اللي أنا جبتها اللي هي بواحد و 84 من 100 يبقى 12 اللي هو فرق الجهد على المقاومة بواحد و 84 من 100 تديني 6 ونص أمبيل يبقى الطيار الكلي اللي ماشي في الدايرة أو شدة الطيار الكلية اللي ماشي في الدايرة بتاعت دي هيساوي 6 ونص أمبيل تمام يبقى الطيار الفرعي هاخده على كل مقاوم 12 على 8 تساوي 1 ونص أمبيل 12 على 6 تساوي 2 أمبيل 12 على 4 تديني 3 أمبيل كده أنا حسبت الطيار على كل مقاومة عندي أنا حسبتها على واحدة وانتكمل المجموعة المجموعة كل اللي أنا بعمله إن أنا بحط فرق الجهد على قيمة المقاومة بتاعت 12 على 8 تديني 1 ونص طيب المقاومة التانية كانت كام كانت 6 شيل 8 دي وحط 6 يبقى 12 على 6 تديني 2 أمبيل شيل 6 وحط المقاومة التالتة اللي هي كانت ب4 يبقى 12 على 4 تديني 3 أمبيل كده أنا حسبت الطيار على كل مقاومة بتاعتي تعالوا بقى نشوف لما نوصل مجموعة مقاومات بشكل مركب يعني إيه بشكل مركب أنا عندي هنا 3 مقاومات متصلين مع بعض إزاي الثلاث مقاومات الأولين دول شوفهم الثلاث مقاومات اللي قدامي اللي الموز بيتحرك عليهم دول الثلاث مقاومات اتنين متصلين توالي برافو الناس اللي مركزة معاي اتنين متصلين توالي ووحدة متصلة مع الاتنين دول توازي يبقى الثلاث مقاومات الأولين متصلين الأولينية دي متصلة مع الاتنين دول توازي لكن الاتنين دول متصلين مع بعض إيه؟ توالي تمام تعالوا نشوف اللي بعد منها اللي بعد منها اللي اتنين دول متصلين مع بعض توالي ودي وصلة معاهم او متصلة معاهم توازي والست مقاومات متصلين مع بعض يعني لو اعتبرنا ان المجموعة الاولانية دي كلها واحدة مقاومة واحدة ودي مقاومة تانية واحدة اذا المقاومتين متصلين مع بعض ايه توالي ولا توازي يا شباب توالي ممتاز جدا ده شكل للتوصيل المركب توصيل مركب للمقاومات بتاعي طيب تعالوا نشوف لما يكون عندي توصيل مركب في المثال اللي قدامي ده إزاي نحسب المجموعة بتاعتي أنا عندي المقاومتين الأولين الأولينية 100 والتانية كام 300 قوم دولة توالي ولا توازي لا دولة توالي يا ميستر يبقى نجمع يبقى 300 زائد 100 تديني 400 قوم دولة الأولينين طيب تعالوا نشوف التانية دي التانية دي إيه متصلين مع بعض توالي ولا توازي متصلين مع بعض توازي نحسبها إزاي يبقى 1 على 20 زائد 1 على 20 ونوحد يبقى 1 يبقى 2 على 20 مقام المقام بسط يبقى 20 على 2 تديني 10 قوم في قاعدة في الرياضيات بتقول مقام المقام بسط هو مقلوب المقاومة يعني 2 على 20 دولة في المقام اللي 2 أصبحت مقام والعشرين أصبحت مقام المقام تطلع فوق يبقى 20 على 2 تديني كام 10 إذن قيمة المقاومة الأولينية دي 400 ودي كام 10 تبدونا متصلين مع بعض برضو توازي توازي تعالوا نجمعهم يبقى هنحسبهم يطلعوا هما لاتنين بـ 8 ليه 8؟ حاول كده تحسبها أنت مع نفسك وقل لي جات إزاي 1 على 20 1 على 40 أصدي زائد 1 على 10 تعالوا نحسبها مع بعضها ونعمل مقام نواحد المقامات يبقى 40 تديني 1 وزائد 4 تبقى 5 على 40 40 على 5 تديني كام يا شباب؟ 8 تمام طب المقاومة دي متصلة مع دي ايه؟ توالي تعالوا بقى نحسب يبقى 400 زائد 10 410 دي بكام بـ 8 اهي 400 زائد 10 زائد 8 الأخيلة بتاعتي ده هي كام؟ كانت 10 أوم يبقى المجموع بتاعي بتاع مجموعة المقاومات في الدائرة المتوصلة مع بعضها بشكل مركب توالي مع توازي مديني 428 أو يبقى احنا عرفنا ازاي نحسب مجموع المقاومات لما يكونوا متصلين مع بعض توالي ولما يكونوا متصلين مع بعض توازي ولما يكونوا متصلين مع بعض بشكل مركب توالي مع توازي تمام طيب انا لو عندي مجموعة مقاومات زي اللي قدام مني ديت وعايز احسب المقاومة الكلية هو ماسك طرف بيقاسها بالفولتاميتر مديني 2.5 انا مش هحل السؤال ده او المثال اللي قدام مني ده انا عايزك خدوا قداما منك كده هم عبارة عن اربع مقاومات المقاومة 10 قوم ازاي جت مجموع المقاومات بتاعي او المقاومة الكلية اللي طلع من المجموعة دي كلها 2.5 ياريت حد منكم يحلها ويتابعنا على القناة بتاعتنا واي استفسارات ياريت تسألهم علشان نستعد لي امتحان الترمي الاولاني ان شاء الله تعالوا ندخل بقى على القدرة الكهرباء يعني ايه القدرة الكهربائية القدرة الكهربائية هي مقدار الشغل او الطاقة الكهربائية المبزولة في الثانية الوحدة هي القدرة الكهربائية هي مقدار الشغل او الطاقة الكهربائية المبزولة في الثانية الوحدة احنا نقلنا كمية كهرباء خلال ثانية قد ايه الطاقة الشغل اللي تم في الحالة دي خلال ثانية قد ايه هي دي القدرة الكهربائية والقدرة الكهربائية بنقسها بالوقت نسبة للعالم جيمس واط اللي هو بدأ المجال او هو مختارع المجال طيب الكدرة الكهربائية قلنا وحدة القياس بتاعتها B الواط والطاقة الكهربائية أو الشغل بالجول بنسميه جول وحدة القياس بتاعتي جول يبقى الكدرة الكهربائية بتساوي الطاقة أو الشغل بالجول على الزمن B السواني يبقى B هنرمزها بالرمز B تقيلة بتساوي I في V اي في في طيب بيقول لي تعالوا نحسب نشوف مثال بيقول لي احسب قدرة سخان بالواط والكيلو واط الكهرباء لما كان فرق الجهد بتاعي 200 فولت وبيسحب طيار 10 امبير يبقى الداني هو الاي والداني فرق الجهد ب200 يبقى البي بتساوي الاي في الحل بتاعي المثال بسيط ومباشر وده اللي هيجي لك في الاختبار موضوع بسيط جدا وسهل جدا كل اللي احنا هنعمله ان احنا ممكن نغير القيم بس يعني العشرة دي ممكن نخليها 15 ممكن نخليها اي رقم تاني وفرق الجهد نفس الكلام يبقى البي او القدرة الكهربائية بتاعتي بتساوي الاي شدة الطيار في فرق الجهد شدة الطيار عندي بعشرة امبير وفرق الجهد بتاعي ب200 فولت هتديني كام 2000 واط 2000 واط طب هو عايزه بالكيلو واط بسيطة جدا الكيلو بيساوي 1000 واط يبقى الالفين على 1000 تديني 2 كيلو واط هذا بسيط جدا ومثال سهل جدا خلاص يا شباب يبقى تاني القدرة الكهربائية بتساوي شدة الطيار في فرق الجهد طيب من عندي قدرة ضائعة يعني ايه قدرة ضائعة؟ القدرة المفقودة اللي هتروح مني في المقاومات الكهربائية الموجودة في الدائرة او لما باجي انقل طيار كهرابي هو انت لما بتنقل الطيار الكهرابي من البطارية بيروح للمصباح او بيروح للجهاز اللي انت هتشغاله زي ما هو مش فيه مقاومات كهربائية في النص عشان نحافظ على احنا قلنا عايزين فولت معي فالقدرة الكهربائية الضائعة في المقاومات عشان نحسبها لما نيجي نحسبها بدلالة الطيار والمقاومة هتساوي شدة الطيار مربع في المقاومة اي تربيع في ار شدة الطيار او الطيار تربيع في المقاومة الكدرة الكهربائية الضائعة في المقاومات بتساوي شدة الطيار بتاعي في الار طيب لو احنا عايزينها بدلالة الجهد والمقاومة بدلالة الجهد والمقاومة هيديني شدة بدلالة الجهد والمقاومة هيديني ان الجهد على المقاومة الكل تربيع في المقاومة المقاومة الكل تربيع في المقاومة تربيعي بناخد واحدة من المقام مع المقاومة اللي فوق يتفضل عندي الجهد مربع مربع الجهد على المقاومة بتاعتي اذا القدرة الكهربائية الضائعة بدلالة الجهد والمقاومة هيساوي فرق الجهد مربع على المقاومة ده في حالة الطيار المستمر لكن لو في الطيار المتغير الموضوع هيختلف وهنتكلم عنه دلوقتي حالا ان شاء الله اذا لما اجي اجيب القدرة الضائعة او الطاقة الكهربائية الضائعة في المقاومات بدلالة الطيار والمقاومة بتساوي شدة الطيار مربع في المقاومة بتاعتي ده لو عايزينه بالجهد والمقاومة هيديني فرق الجهد مربع على المقاومة بتاعتي تعالوا نحسب او نعمل مثال علشان نطبق على الكلام اللي احنا قلنا ده بيقول لي سخان مقاومته عشرين او يمر بي طيار كهربي شدته خمسة امبير احسب قدرته عايزين نحسب القدرة بتاعتي في الحالة دي هو مديني شد الطيار ومديني ايه مقاومة يبنا هزي هجيبه بدلالة الطيار والمقاومة لو كان مديني فرق جهد ومقاومة هجيبه بدلالة فرق الجهد والمقاومة في الحالة دي انا هستخدم ان البي بتساوي الاي تربيع في الار طيب المقاومة بكام؟ بعشرين في خمسة تربيع خمسة تربيع يعني خمسة في خمسة يعني خمسة وعشرين في عشرين تديني خمسمائة واط اللي هي وحدة القدرة الكهربائية بتاعتي تعالوا بقى نعرف يعني ايه القدرة الحصانية؟ ساعات بنيجي نشتري اي جهاز كهربائي زي مرشي زي محرك كهربائي او يجي يكتب على العربية بتاعتي او السيارة او المركبة يقول لي 140 هورس باور يعني ايه هورس باور؟ HP يعني ايه؟ هو الحصان الميكانيكي والحصان الميكانيكي بيساوي زي ما احنا شايفين بيساوي 746 واط يعني الحصان الميكانيكي بيساوي 3 اربع كيلو واط يبقى لما اقول لك ان 140 هورس باور ده كده بيتكلم حصان ميكانيكي لو انا هشتري جهاز كهربائي او هستخدم اي جهاز كهربائي عندي في المركبة بتاعتي هيكتبهولي بالواط لو انا عايز احوله بالهورس باور هحوله بالشكل اللي احنا شايفينه ان الحصان الميكانيكي بيساوي 746 واط او 3 اربع كيلو واط عايزين نجيب الكدرة بدلالة الطيار والمقاومة قلنا ان الكدرة بدلالة الطيار والمقاومة بيساوي شدة الطيار تربيع في المقاومة بتاعتي او البي بيساوي الاي تربيع في المقاومة بتاعتي طب القدرة بدلالة الجهد قلنا بنجيبها ونقول ان هي بتساوي شدة الطيار تربيع على المقاومة بتاعتي ووصلنا للحتة الاخيرة طيب لو كان بقى طيار متغير لو انا هستخدم الكلام ده في الطيار المتغير بيقولي الكلام ده هيمشي نظريا ده اللي هيبقى ظاهر ده اللي هيبقى ظاهر معاك ان انا هنقل قدره قد كده لكن الفعلية غير كده الفعلية هزود عليها حاجة اسمها معامل القدرة واللي برمزله بالرمز F زي ما احنا شايفينه في المعادلة بتاعتي اللي تحت القدرة الظاهرية اما القدرة الظاهرية اللي فاتت كل اللي قلناها قبل لكن القدرة الفعلية او اللي هتتنقل حقيقي هتساوي الجهد في الطيار في معامل القدرة بتاعتي والوحدة بتاعة المعامل القدرة في الحالة دي هتبدأ الوحدة تعالوا نشوف معامل القدرة المثالي في الحالة في في الطبيعي بيكون بيساوي واحد عشان كده احنا اهملناه في الطيار المستمر او في نقل القدرة بالطيار المستمر لكن هيختلف لما يختلف لما يختلف معايا ينقل معايا او يديني نقل قدرة اعلى او اقل حسب المعامل القدرة بتاعي يبقى معامل القدرة هيفرق في الطيار المتغير واحنا كمركبات شغلين في الطيار المستمر ولكن دي معلومة كان لازم نقولها في الكهرباء او او فرع الكهرباء بتاعنا زي ما هو موجود عندك في الكتاب خلصنا المقاومات وعرفنا ازاي المقاومات بتتوصل مع بعض توالي وازاي نجيب المقاومة الكلية لمجموعة المقاومات قلنا ان لما بنتوصلوا مع بعض توالي يبقى نهاية المقاومة الاولانية مع بداية المقاومة التانية وهكذا الى ان ننتهي من عدد المقاومات لما بنيجي نجيب المقاومة الكلية ليهم بنجمع قيمة المقاومة الاولانية زي قيمة المقاومة التانية نجمع واحنا ماشيين لغاية لما نخلص الدايرة بتاعتي حسب عدد المقاومات بتاعتي لكن التوصيل وفي الحالة دي اللي هيحصل عندي ان شدة الطيار هتكون شبه سبتة لكن في التوصيل على التوازي باخد الاقطاب المجابة مع بعضها والاقطاب السالبة كلها مع بعضها يعني باخد بدايات المقاومات كلها مع بعض ونهايات المقاومات كلها مع بعض ووصلهم بمصدر الطيار او الحمل بتاعي وفي الحالة دي اللي هيتجزأ معايا هو شدة الطيار لكن اللي هيفضل سابت معايا فرق الجهد وشفنا ازاي نعمل تركيب ما بين توصيل توالي وتوازي في دايرة واحدة وازاي نجمع مجموعة المقاومات بتاعتي وقلنا برضو ان انا لو عايز اجمع مجموعة فولتات او اعلي الفولت عشان اشغل بادئ حركة او مرش في مركبة عايزة 24 وانا محتاج والبطارية اللي عند 12 في الحالة دي هوصل البطاريتين مع بعض اجيب بطاريتين ووصلهم مع بعض توالي علشان يدوني 24 فولت وقلنا ان الدوائر الكهربائية او عندك في البيت بتتوصل مع بعض توازي وميزة التوصيل على التوازي ان لو جزء منهم او جهاز عندي او مصباح في الدائرة الكهربائية اللي موجودة عندك في شقةك عطل الشقة بتاعتك بتفضل شغالة وانشير اللمبة اللي عطل الدين ونغيرها والوضع يرجع زي مكان عليه واتكلمنا كمان عن القدرة اللي هنبدأ فيه دلوقتي حالا حاجة بسيطة كده المكسفات عشان نبقى خلصنا جزء كبير جدا ونراجع الحلقة الجاية ان شاء الله عشان اختبارات التيرمي الاولية شكل المكسف زي ما احنا شايفين في الصورة قدام مني اهوة انا كنت جايب معايا كمان جزء مكسف حتى فكه علشان نشوف المكسف من جوة شكله ايه لكن الوضع للأسف يعني مش هيظهر معاك ده شكل المكسف زي ما احنا شايفينه شكله في الدائرة الالكترونية بتاعي وده دي اشكال مختلفة ليه والتركيب بتاعه بيتكون من لحين من معدن بينهم عازل باشكال مختلفة اه يعني نتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله اه قلنا ان المكسفات فايدتها في الدائرة هي تخزين الطاقة الكهربائية ونتكلم عنها ان شاء الله في اه الحلقة الجاية ونشرحها بالتفصيل يارب اكون النهاردة وفقت في ان انا اوصل لكم المعلومة بتاعتكم كاملة اه بشكركم على حسن متابعتكم لينا وبتمنى اشوفكم في حلقات جاية اه في النهاية بترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة